عفو رئاسي مفاجئ وصف بالأكبر منذ عقود أقره الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لاستقلال الجزائر ولكنه دخل حيز التنفيذ بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى ويشمل في مرحلة أولى نحو 12 ألف سجين صدرت بحقهم أحكام نهائية مع استثناءات عدة يضاف إليهم نحو 2000 سجين يظل مصيرهم مرتبطا بنتائج امتحان شهادة البكالوريا أو الثانوية العامة القرار الرئاسي يشمل فئتين من المساجين الأولى تضم العفو عن المساجين والمسجونين مع وقف التنفيذ المحكوم عليهم نهائيا والذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم عاما أو أقل ويستفيد من القرار أيضا الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا والناجحون في شهادات التعليم والتكوين المهني والحرفي إذا مضت على عقوبتهم سنتان أو أقل واستبعد المرسوم الرئاسي المساجين المتورطين في قضايا مختلفة حددها بـ 25 نوعا من الجرائم من بينها الإرهاب والتخريب والفساد أو التآمر ضد الدولة بالإضافة إلى التجمهر المسلح والجرائم الانتخابية وفق بيان الرئاسة بهذا العفو الرئاسي تكون الجزائر حطمت رقما قياسيا لعدد السجناء الذين استفادوا من قرار الإفراج الجماعي كما يعد المرسوم الأخير السادس منذ تولي تبون منصبه والرابعة خلال هذا الشهر بينما شهدت البلاد أكبر عملية عفو رئاسي عن المساجين في فبراير العام الماضي وشملت نحو عشرة آلاف شخص وفيما يرى البعض أن الخطوة تشكل انفراجة في مجال الحريات في الجزائر اعتبرها آخرون مسعا مهادنا من السلطات لاحتواء غليان الشارع الجزائري لسيما بعد أحداث الجنوب الأخيرة اشتركوا في القناة